يمكن وإحنا دلوقتي بنتكلم وبنبص على الصورة من بعيد شوية بنكتشف إزاي كانت مصر ممكن تروح لخطر كبير حابين نشوف المشهد كده مع حضرتك وتكلمنا عنه بعد 11 سنة إحنا كنا فين وبقينا النهار ده فين حقيقي السؤال إنه مصر ما كانتش هتبقى فين قبل 11 سنة العالم كله كان هيبقى فين أعتقد أن قيادة التنظيم في القاهرة هي لم تؤثر فقط على الأمن القومي المصري وإنما هذا التأثير طال دول كثيرة طبعا معروف ومفهوم أن قيادة التنظيم في القاهرة وبالتالي هذا التنظيم يتحرك لانتشاء لنشر إرهابه وترهيبه وللعبس بالهوية عموما أي أن كانت الهوية المصرية الهوية الثقافية لأي دولة ما وبالتالي إسقاط هذا التنظيم في القاهرة انعكس بصورة كبيرة على وضعية التنظيم في عدد من الدول العربية منها على سبيل المثال تونس المغرب كمثال وأعتقد أن هذا السقوط هو بداية لانهيار التنظيم بكل أفرعه في كل الدول العربية وغير العربية وأعتقد أن هناك دول أوروبية كثيرة بدأت تنحو هذا المنحة بدءا من فرنسا حتى أن مكتب التحقيات الفيدرالي الأمريكي بدأ يتحدث عن خطر تنظيم الإخوان المسلمين وأنهم هم المداد الحقيقي للتنظيمات الأكثر تطرفا مثل داعش وبالتالي التنظيم فقط لم يؤثر على أمن مصر القومي خطر التنظيم هو خطر له علاقة بالمفهوم الإنساني صحيح مصر قامت بالدور ده صحيح المصريين حافظوا على أرضهم ولكنهم في النهاية قاموا بعمل جليل لابد أن يوجه الشكر لهؤلاء المصريين من كل دول العالم لأنه مواجهة الإرهاب مسؤولية كل دول العالم ومسؤولية كل الشعوب لأنه الإرهاب يؤثر على كل الشعوب وعلى استقرار كل الدول